وجه تأطلب نعمة الرب تلهمني أحكي الكلام المناسب بالظرف المناسب الغليان اللي عنا كلنا سوا هو بيدل على أن الحالة تفرض حالها مثل ما تفضلت وقلت على الكل اليوم كلنا كأن كل جندي موجود على السيحة وكأن كل واحد مننا موجهت له برودة الشر يلي بدأت تأطل فيه مقبن معين كما أنه كل واحد مننا هو العم بيصلي تحتى لقوى الخير قوى الخير يلي بمثلها الجيش الوطني بمثلها كل إنسان عم بيقوم بعمل خير ضد قوى الشر كمان نحن معهم تحتى لنساهم مع يلي على الجبهة معرضين أكثر للخطر الفعلي تفضلت نعم الحالة إذن الشهادة والإستشهاد بحد زيتها إلى قوة تفرض حالة على ضمير وجدان الإنسان من مكان يكون وخاصة من باب الديني والوطني ما في حدا إلا ما عنده انتمائه الوطني وانتمائه الديني الإنسان مطبوع بيطبعه بأساسه على أنه يكون عنده انتمائات بيلاقي حاله من خلالها فالوطن بيخص الكل والجيش كقوة خير بتخص الكل وكل صلاة بنرفعها هي للكل من دون تمييز وبخاصة الرجل المتدين المتعمق بدينه وهون ما بميز بين مسيح ومسلم لأنه الدين لأله بشكل عام والمتدين ومنقرأ بالتاريخ ومنعرف اليوم ناس متدينين متعمقين بدينهم بيطلعوا فوق الطائفيات والمحسوبيات من الحرام بهالظرف هذا أنه نخلي الطائفية نخلي انتمائاتنا المحدودة يلي عم نتقلم أصلا منا واللي قوى الشر اليوم أكيد الكل عم بيدينوها وهالجماعة اللي عم بيقاوموا ويسمون الإرهابيين هؤلاء ولاد بشر ولكن اتضللوا ومشوا بتطرف معين حتى ولاد ملتهم عم بيعتبرون صاروا كفار خارجين عن الدين وعن الإيمان وعن المعتقد إذا من المشكلة بالدين بحد ذاته المشكلة هي بعقول كيف منوجها نعمل لها براين واشنج ومنجرة منضللة ومنعتبر خليها تعتبر حالة هي فوق وكل بشر تحت وهي عندها السماء والأرض ومن هون بس ينخلق هايك نوات بيتشرقت أو بيتقصم حولها كل الناس ناس معها ناس ضدها متن ما شفنا حتى بالغرب حيث الشباب والصبايا مسقفين ومعلمين نجروا من بعد الناس ما في شي يعني بمخهم إلا زرة تطرف تركوا حياتهم إنجلترا والسويد وبالجيكا وفرنسا تيروحوا يمشوا ورا خط تطرف متعصب معم القلب فلا أتفضلت وقلت إنه كبلد متعدد الطواقف وقت الجيش بسرعة بيت دافع عن الجيش الجيش والوطن واحد للكل وعلى هالأزاسز يبقى نديوبنا الدستور وعندما نصلي لقوى الخير كل جند هو جند في قوى الخير ضد شخص مجند بقوى الشار وهون بتستوي الأمور كنت أنا أدس اليوم الصبح عنية شهداء الجيش وقاله ينصر قوى الحق على الخير قوى الحق ينصرها بالخير أو الشيخ صلى الفاتحة الصبح أو أي مسلم صلى الفاتحة الفاتحة هي فاتحة الصلاة لله وتخص كل إنسان استفيد منها المسيحي كما يستفيد منها المسلم كما يستفيد منها كل إنسان بدون معدة طوايف إذا أنا بدماغي هون بهالراسل الله أعطاني هو وجهت الفكرة والنية نحو هالموضوع يلي في قوة الشر عن تضرب قوة الخير وأنا بدي أبعد موجات من الحب موجات من التجيع من الدفع لقوى الخير تحتالي مثل ما بيعطوا لها زخيرة خرطوش وسلاح ودب بيت ابعت لها موجات النواية الطيبة والحب والتجيع والتبريك التبريك هون نقطة كتير مهمة بحب أقولها وأكيد أخذنيها من جونة لبنانة التبريك بالشهداء للجيش والوطن أكتر ما هو التعزي بالشهداء صحيح وهذه كلمة أنا بحب زي احتحت منها حرام نقول التعزيل بالشهداء لأن الشهداء هم الآن الأحياء وإذا عاش الوطن مات ابني قالت المرأة الأسينية فكيف حال الوطن هؤلوا عم بيموتوا اللي الله رادع يعني الله بيكون رادع عليهم مثلهم مثل بقيوا أحياء مش لأنه المدرشوا بههم إنه هادوا ليكي كتر خير الله ابني دال طيب ربي بيحبني لا ربنا ما بيحب الأم والبي اللي ابنهم الجيش بيقى طيب أكتر من اللي ابنهم استشهد والجيوء والعسكريين يلي عم بيفتشوا عليهم هؤلاء الشهداء إذا كانوا ملئينيهم أو كانوا قتلوا كمان مش معين تقلقت بينهم ع أهلهم وراضع على أهل اللي ما خطفوا في شيء اسمه بالعاء بالحياة نصيب الحظ والمصادفات سيئب هؤلاء اللي علقوا ونخطف حظهم منيح اللي تخلصوا حظهم سيئ اللي بقيوا لأنه عندهم ولاد وعندهم عيال بس إذا بترجع على الله معناتها مش معناتها أنه هو اللي الله راد عليه هو اللي غضبان عليه نعم لعكس الشهيد هو الحي الدائم نعم يعني كلام معز جدا أبونا ويمكن بدنا قدرة لنقدر نسيطط على طبيعتنا البشرية اللي هي كلها عاطفة وخاصة نحن بلبنان يعني العائلات الحمد الله هذه اللي ما بدنا نشبه الغرب فيها بعضنا من الضامن بعضنا بعضنا منحس بالرابط الأسري بين بعضنا رغم أنه منشوف بأماكن معينة أو ببيئة معينة عم بصير فيه نوع من التفكك بس الحمد الله يعني حتى قوى الخير بعدها موجودة حبيتي كتير الوصف اللي طلعت بخلاصته أبونا مشار روحانة قوى الخير مقابل قوى الشر أدي حلو هذا الوصف اليوم يعني على جرود رأسي بعلبك قوى الخير ممثلة بالجيش اللبناني وقوى الشر اللي هي بجسدها داعش والإرهاب والتكفير تبعه كنت سألتك الله وإمنا مريم العدرة حاميين لبنان لأن كل إنسان حسب طايفته بيصلي لأديسينو وسمعنا يعني من السبت من إعلان بدء المعركة يعني مشاهدين المسيحيين يسوع وقالله ومرشربل والعدرة والإديسين معهم من الفئة الأخرى كمان يعني استشهدوا بمقامات روحية دينية إسلامية شو هالخلطة؟ الحقيقة إذا قلت الله والعدرة المسلم ما عنده مشكلة فيها العدرة بتخصه ومريم بحبها وبأثرة بتعرف والقرآن اللي بيشهد إلى صورتين بتخص مريم صورة باسم عائلتها وصورة باسمها الشخصي والوصف اللي أعطيت ألو واسم يسوع عيسى والمسيح مذكور بالقرآن أكثر من أي اسم تاني وقتا استشفاء العدراء مريم شغلة ما بتضر المسلمين والله بالمعنى الله ما بتضر المسلمين حتى مرشربل اليوم صاروا متعلقين فيه صحيح وسيدة بشويت اسم الله وعجيب وفائد يعني على الجميع يعني وكأنه بالفعل الجدالية الجدالية اللي عم شكرتني على التمييز اللي حطيته فيها قوى الشر ضد قوى الخير اليوم عم بتخلي كل اللبنانيين يترقوا وفي خاصة كل الشرقيين لأنه هذا الربيع العربي حمد الله عادوا كلهم أريوه أنه لم يكن ربيعا أبدا لبل كان جدالية جعلت الرجل الإنسان الشرقي رجل وامرأة خاصة رجال الدين المتطرفين يعني اللي كانوا ورا سواء بين السنينتين الوهابية أو الإخوان المسلمين أو كل شخص تطرف لبناء دولة مسلمة مثل ما اليهود بدون يعملوا دولة يهودية وهولي العنصرية الشريرة بالذات هذه قوى الشر وكل من يقف خلفهم فهموا على أنه الشرقيين يجب أن نترقى في الدين إلى ما هو الله الله المجرد بالفكر اليوناني مجرد بالفكر اليهودي ولكن بالفكر المسيحي هو أب ونحن أولاده يعني ما بيضار المسلم وأصلا ما بيضره أبدا وبعقيدته وجودة أنه نعتبر أنه الله بيحبه مثل ابنه لأنه بيقول له أنا أقرب إليك من الوريد شو بده أرب من هايك باي أو إنسان بيعطف علي أو بحن علي أنا أقرب إليك من وريد من الوريد تبعك يعني فعندهم آيات كثيرة فيه بالقرآن الكريم آيات كثيرة بتحكي قديش ما الله قريب من الإنسان وبيهمه أمر الإنسان فالترقي الفكري لكل مجموعة الشرق الأوسط يلي الله عطاها ثروات طبيعية صار مقتل شي ثلاثة أربعة مليون واحد بالشرق هذا العشر السنين كرمي للبترول والذهب والإشياء المواد الموجودة سواء بالصحر أم غير وغيرته ولكن قوة دينية كل الدين طلع من عنا كمان إذا البترول كله عنا ما كان من الدين يلي بقول عنه كارل ماركس أفيون العالم أفيون العالم أوبيون طلع كمان من عنا عقلنا بده يوازن ما بين مقدراتنا وقدرتنا على الترقب الدين عدم سماح باستعمال الدين كأفيون لا سمح الله هذي قاعدة داعش قامت كله على الأفيون صحيح وهذه قوة الشر حطت شعار طبع على إله الله الله كده بيتو شي بيتطلع شي بالزول ما بنعرف بس مين وراه غسلوا ندماغهم ومعيشهم على مواد المخدرة المخدرات الكبتاجون من الماليين وماليين اللحب تالجماعة مشوا بالجريمة بشكل أنه مبسوطين نعم فالترق لعدم استغلال الدين في سبيل الوصول للمصالح المادية هو الوقوف بوجه إله الشر اللي هو المال نعم أبونا يعني اليوم الحلقة مبنية على شي لفتلك سمعك نعم عم تسمع على الإزاعة كمان اتصالات داعمة للجيش اللبناني سيدة متصلة بتقول لشهدائنا عملانوا أدديس الشهداء الآخرين اللي هن من الطائفة المسلمة الكريمة ضويني لهم الشموع هذا كمان محور كان الحديث بس بعد عندي تقريبا خمس داية أنا رح التزم الصمت ما رح قاطعك ورح أرفق هيدا السؤال بسؤال آخر لما نحنا منضو الشموع ونطلب من الناس نضو الشموع ونقوم من هيدا المبادرة أكام ببيوتنا أو على شروفاتنا أو حتى بالكنائس أو بالمزارات أو كل نسان حسب دينه نعم هيدا النور بيعطينا إذا بدك الراحة لألنا والآخر يعني لما عم نضو منطلب من الناس أو منضو الشموع عنية الجيش اللبناني يا ترى هيدا النور عم بيوصل للجيش وشهوة داعم اللي بيعطيه تفضل الكلام لألك لو سمحت شكرا موضوع كتير واسع ودقيق بده أشغل بس لح اختصره بالخمسة دقيقة النور هو أول إله آمنه في البشر الشمس والنار والنور الشمس والنار والنور إذن النور يبقى في وجدان الإنسان أهم تعبير لحالة نفسية معينة أنه أنا بدي أحكي مع القوى المفوق طبيعية حتى عبر عن شعور معين ما بقدر عبر عنه بالكلام اليوم أوروبا كلها وأمريكا منشوف كلمة بيصير أكسيدان بروح وبيضو شموع لأنه أوروبا العلمانية ما بقى عندها أي شيء بالدين تقدر تعبر عنه عن مشاعرها إلا تروح تضوي شمعة إنه أنا عبضوي شمعة في ظلام هذا العالم الشمعة تعني لقلن شمعة الخير قوى الخير ضد الظلام يلي هو قوى الشر بحسب ما مكتوب حتى بكتاب المقدس إنه كان هناك ظلام وقال الله فليكن نور أما بالنسبة للمؤمنين سواء إسلام أو يهود أو مسيحيين بحسب كتاب المقدس النور هو الله نحن معنا بإبهام المسيح قال أنا هو نور العالم والنور الطبيعي كمان بيعني لنا رمزيته البصر والبصيرة والرؤية والرؤية فحتى لو ضويت أنا شمعة هؤلاء من باب الفلسفة بيقول الدلالة وما تدل إليه وما تشير إليه إذا الشمعة ضلت على نور هذه الدلالة سين والسين فيه وتدل على النور يعني تبع البصيرة بس هي بالنسبة لإلنا تشير إلى نور الله تشير إلى نور الله وقت بيجوا ناس بيدوش موع بالكنيسة بغض النظر عن الظرف الحالي منقلهم هذه الشمعة تمثلك أنت الذي لا تستطيع أن تقف كل النهار تصلي 24 ساعة قدام الله للإنسان بتحط شمعة بتقول له هذه روحي شمعتي أنا منورها قدامك هي بتكمل الفكرة والصلاة طبعي فهكذا أساست تنوير الشموع بالكنيس إذن هذه الرمزية نحن عنا مش أنه أنا دويت شمعة لأنه أنا مع الجماعة يلي ماتوا ساعة بيكونوا هن أشرار ما بيعرفوا مين الشرير ومين مشرير المؤمن يعرف أنه ينير نور الله حتى كل إنسان بسيط تصير أفضل وكأنه أنا عم بوقف صلي بس أنا ما عندي كل الوقت صلي بدو شمعتي قدام الله تحتي لي تنوير وزيد العالم نور من نور الله كأن أنا شمعة يعني كنا نستمر بإنارة الشموع مية بمية قوى الخير حبيت كتير هذا الوصف والتشبيه برجع بأولى مرتين قوى الخير مقابل قوى الشار وأكيد بإذن الله ولا مرة يعني الخير إلا ما انتصر على الشر حتى لو أخذت معه وقت طويل إنما النصر دائما هو للخير اللي مجسد بربنا سبحانه وتعالى أبونا للأسف انتهى الوقت وفي عنا كمان إطلالة مع زمالينا من قسم الأخبار يعني بدي أنهي اللقاء مع حضرتك على أما اللقاءتين وشكرا على هالجرعة إذا بدك هيك من السقة من الإيمان ومن التواضع اللي عطيتنا إياها ومن الروح الوطنية أهلا وسهلا فيك الأبو الدكتور ميشيل روحانا الأنطوني مشاهدينا رح نروح إلى فاصل ومن بعدها منتابع ترقبونا مع كل المستجدات اللي عم بتصير أكان موجه الساعة عشرة أو قبله أو حتى بعده نحن معكم كل النهار قاطع مثل العد محني مثل التواضع وبحد الفاصل بتخلص لبنان